مساء الخير أعزائي المساهدين في كل مكان وشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقا حلمك معنا هنفضل على وعدنا معيكم وهنقول الحلم مش صعب تحقيقه الحلم تقدر تحققه مدام أهدافك مظبوطة ماشي في الطريق الصحيح هنساعدك وهنمدي أدينا ليك وهنحقق معيك حلمك هنساعدك في كل مجالات اللي نقدر نساعد فيها عندك مشكلة عندك موهبة عندك تجربة شخصية تقدر تفيد بيها الشباب اللي موجودة دلوقتي اللي بتقس من تحقيق أحلمها أو بتفقد الأمل من أول عقبة تجيلها احنا بنقول احنا معيكم طول ما انت ماشي في الطريق الصح وطول ما انت قادر تشتغل طول ما انت قادر تحقق حلمك احنا معيك النهاردة معينا في حلقتنا لتجربة شخصية تجربة كفاح وقصة كفاح معينا هي تجربة شاءت لتجربة لشاب قدر ان هو يواجه كل الصعبات وقدر يحقق حلمه في فترة ممكن تكون بسيطة رغم ان هو وجهته صعبات كتير جدا بس عافر وقدر يحقق حلمه وبقى نموذج لكتير من الشباب نفسها تكون في مكانه ضفنا وضفكم النهاردة الاستاذ محمد سعيد اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا فهمي استاذ محمد هنقدر نقول انه هو رائد في مجال التصيق العقاري وبالاستثمار العقائي اهلا وسهلا بحضرتك يا فهمي شرفتنا في حلقتنا بداية كده عايزين رشدة تنجاح سريعة من حضرتك كده للشباب وتقولهم امتى بدأ الحلم عندك والله لا الحلم كان من زمان كان وانا في العشرينيات كان نفسي احقق حلم ان انا نبقى عن شركة مأولات فالحمد لله اكتهدت وعفيرت فعلا ان انا اوصل للمأولات فبقى عندي الحمد للشركة وانا قرمني و ربني اوفعك دايما طيب هنشوف فيديو ونكمل حلالي كان عنده حلم وطموح انه يخلي بخرة احلى وانه يسعى ويجتهد عشان يثبت لكل اللي يعرفوه ان مصر دايما غنية بشبابها المكافح اللي يقدر يقف على رجليه ويكون نفسه ويبني امبراطورية اقتصادية تساعده وتساعد الشباب في العمل وتشارك في حل ازمة البطالة ضيف برنامج حقق حلمك معنا حالة فريدة من نوعها تحدى كل الصعاب وواجه مشاكل كبيرة جدا عشان يأسس شركة الحسن للمقاولات والاستثمار العقاري برنامج حقق حلمك معنا مع الاعلامية حنان حجاج هنشوف قصة كفاح رجل الاعمال محمد سعيد رجعنا لكم مع استاذ محمد سعيد احنا عايزين نشوف كبداية كده قد حضرتك عامل مؤتمر ودي حاجة كانت فريدة من نوعها او اول تقريبا مرة تحصل بين الشباب موجودة او او في مجال الكهرباء فعلا بالضبط كان اول مرة يحصل المؤتمر ده او مجموعة الشركات دي كلها تتجمع كانت من اكبر الشركات كمان اللي موجودة في مصر كلها او على مستوى كمان هي مستوى دولي كمان لا لا هو مستوى مصر بس الحمد لله رب القصد دي الشركات كشركات اه كشركات كشركات مش كبا كمؤتمر فعنا هو الاول اللي موجود اتعمل في مصر هنا حضرتك اللي اللي عملته ده كان في تفعة شهر تفعة 2018 هو المؤتمر كان فكرة على الفيسبوك طبعا بدأنا كان في جروب جميل كده عاملينه مع بعض يعني السوشيا الميديا برضو هي كانت الساعة اللي هي تأثير ايجاب اه اه فالحمد لله ربنا قرمنا وديرنا ان نجمع الشركات وقلنا جماعة نعمل دعوة للشركات فالحمد لله نجح ولا ما شاء الله قبول عند الشركات كلها وكله حضر وكان حاجة جميلة يعني الحمد لله رب العالمين حارك ما كنتش متوقع طبعا اللي هو يحق النجاح ده لا خالص بالنسبة لأول مؤتمر يتعمل في مصر لا خالص خالص والله ما كنتش متوقع النجاح ده ومكنش متوقع الفعالية اه وفيه كان فيه كده حاجة جميلة للتجار كان فيه حبه كان فيه حالة حفاوة جميلة كده اه فالحمد لله رب العالمين انه انه راح بيفكر فكرة بسيطة انه بص لقيها وصلت لحاجات كبيرة بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى مش من مجهوداتنا والله يعني بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي بيسعى اكيد هيقدر يحقق حلمه ده اللي احنا بنقوله دلوقتي للشباب اسعى هتلاقي فيه هتلاقي خطوة اول خطوة بعد كده هتلاقي فيه اتحقق حلمك بسرعة وبس اسعى هو طبعا الحلم بيكون اول اول سبب اللي هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى والله اكيد طبعا الانسان مننا لازم يسعى لازم يجتهد لازم يفكر هيوصل بأني طريق يبدأ يقول انا والله ناجح في المجال الفلاني ياما اقوي نفسي فيه ياما ازود شوية في اي حاجة تانية اه زي ما حركت فلكت كذا مجال والله بس ما نصحش حد يستكز لا اخليك قوي في مجال واحد يعني انجح في مجال عشان ما يبقاش فيه تشعب بيبقى مش عارف تمشي في اي مجال بالضفط لا اخليك في مجال طلو احنا فيه فعلا طريق واحد احنا ماشيين فيه بس ماشيين صح هنقدرها فيه انجاز كبير الخطأ اللي انا عملته ان انا فعلا مشيت في كذا مجال في وقت واحد طبعا الحمد لله ان انا يعني ادركت الخطأ وقلت لا خليني في المقاولات في مهنتي في العقارات عشان ما الواحد ما يتعبش خلاص فيه فترة كده من الزمن المجهود بيقل اكيد طبعا فطبعا الانسان لازم يبقى المسؤوليات كمان بتزيد المسؤوليات اه بتزيد جدا جدا والمجهود البدن بيقل فلازم الانسان يكون حكيم نفسه او يكون فاهم هو مش ازايش فاهم بالضبط كده يكون فاهم اللي هو بيحدد خطواته اللي هو يقدر على قد مجهوده ما يبقاش لو احنا دلوقتي ده اللي بنقوله للشباب لو احنا عملنا حاجات اكبر من طبوحاتنا او حطينا هدف كبير اوي اكبر من طبوحاتنا مش هنقدر نحققها وفي الاخر هنيقف مش هنقدر نحقق اي حاجة لكن خطوة خطوة وعلى قد مجهودي ده اللي هيقدر يكمل معي وفعلا انا حضرتك يعني حطيت ايدك على النقطة الصحيحة فعلا ان انا كانت طموحاتي كبيرة وما زالت مهمة كبيرة جدا فوصلت طبعا ان انا بفكري ان انا لا هقدر احقق حلمي في كذا طريق كنت واخد كذا نموذج قدامي قلت لا اهقدر اشتغل في كذا وفي كذا لأ فشلت مقدرتش لازم رجعت تاني لأ طريق واحد ولو العقارات وقلت لأ اقوى نفسي بالعقارات وقوى نفسي بمهنتي اللي انا فاهمها هو ده اللي انا بقوله ان انا منصحش اي حد منصحش اي حد ان هو يسيب مهنته وطبعا دي نصيحة بنقدمها من خلال شاشنة ونخلحها في تريتك للشباب ازاي يقدروا يصعوا ويحققوا حلمهم وفي نفس الوقت ان هم ما يقسوش ويكملوا يعني انا منصحش في مجال ممكن في مجال تاني بس اصعب هو لو لأ ان الطريق في المجال ده فعلا واقف وهو لأ نفسه مش متقبل المجال لا يغيره لازم المجازفة يعني الانسان لو مجازفش هيفضل واقف مكانه اكيد طبعا يعني مش هيحقق اي حاجة النجاح او طريق النجاح هو المجازفة بدون مجازفة مفيش نجاح اللي هو ايه في مكان وماشي خطوة خطوة ده او ماشي بدون مجازفة لا ده هو ومهما وجهه من صعبات يكمل ما هو طالما ما اتخسي القرار المجازفة هو مش هيواجه صعبات الانسان اللي هو ماشي خطوة خطوة وماشي ببطء وماشي بحضر انه هو انه ما يجازفش لا هو كده ماشي بطريقة اللي هو ايه موظف بسيط ماشي ياخد المرتب اخر الشهر ما حققش ايه حاجة اه الله يعينه ده اكيد طبعا انما المجازفة هي النجاح تمام حضرك قلت طبعا دلوقتي حالك بقيت في مجلة السمرة العقاري اكتر تمام طب دلوقتي فيه كتير بنسمى عن اللي اتنصب عليهم اه واللي اخد للأسف شقة كان لها كم مالك دي مشكلة بتحصل وحصلت عندي انا شخصية حالك تقدر نصيحة كده سريعة للمقدم لسه ان هو ياخد شقة او يبقى فيه مجلة السمرة العقاري والله اللي راح اشتري شقة يفكر الاول طبعا يتأكد من الورق وبعد كده يتأكد من صحب العقار ويرحها في اوقات مختلفة يعني اللي هو خلاص اشتري شقة وتأكد من صحب العقار وتأكد من الورق ان كل الحاجة مظبوطة بعد كده يروح يتأكد انه ملهاش ملك تاني يركب باب يروح الشقة في اوقات مختلفة في اربع تيام يروحها عشرين مرة يفضل يروحها رايح جاي عشرين مرة لحد ما يظهر له اما يظهر له ملك تاني اما يبقى خلاص الشقة ملكه وربنا يوفى انا انتشرت اوي دلوقتي الموضوع ده اصف بني عيلا اللي من رحمة رب لا فيه في ناس محترمة جدا في السوق اكيد طبعا فيه ناس لا هو كله قليل جدا جدا اللي هو بيعش امرتين او يبقى مش مش مزبوط بيقع بسرعة ما بيكملش في السوق اكيد طبعا دلوقتي احنا يعني حضرتك واجهتك صعوبات كتير جدا ده اللي احنا عارتناه طبعا قبل الهواء بس حضرتك ما يقصتش وقدرت تكمل ولحد ما بقيت سوز محمد فايد اللي هو يبدو بقى جدا والله يعني مش بالكوة طبعا يعني الحمد لله هو احنا لسه بنبدأ من جديد بالكوة من تاني لقى الصعوبات قابلت كتير كتير وكل خطوة او كل مرة الواحد يكاد يكون نزل تحت السفر بس حضرتك عفرت الحمد لله يعني فيه في مرة من المرات انا بيعت عفش مكتبي في مرة من المرات بيعت كل ما املك تاني مرة لا الواحد بيقدر يقف تاني يقدر يحاول ان هو يشوف الغلط فين يعني ده اللي احنا نقوله النصيح اللي احنا نقولها شوف غلطتك كانت فين شوف غلطتك كانت فين اتجاه وحاول تبعد عن الاتجاه اللي انت كنت ماشي فيه ممكن يكون هو هو المجال ما بقولش ما بنصعش ان هو يسيبيه المجال لا هو هو المجال اي ولكن يشوف الغلطة كانت فين في المجال كن صحاها حماني بعدش خالص لا مش هيعرف يبعد لانه هو طالما قوي في مجاله مش هيعرف يسيبه تقولوا انت يا شباب كتير بتيقس وتلجأ قولك فيه بطالة مع اني لا فيه فرص شباب كتير بس انت اقدر ده للأسف دي مشكلة الشباب اللي بتقدم على الانتحار بسبب الظروفها الاقتصادية لا احنا بنقول عفر واسعى واكيد اكيد هتحقق حلمك زي ما حضرتك كده بتقول والله فكرة الشباب هذا بكعفرت كتير ووجهتك صعبات كتير لا فكرة الشباب اللي بتوصل ان هي لطريق مسدود او الانتحار ده بيبقى نقص في العقيدة او في الفكر ان هو لا الامان بالله سبحانه وتعالى لازم لا ان شاء الله ربنا هيرزقني انا لو ملقتش اي حاجة هاكل واشرب وهعيش بالضبط مش الفكرة يعني او مش فيه دبعا اكيد قلة ايمان بس ممكن الصعبات اللي هيواجهوها دي بتوصلهم ان هما لا انا مش هكمل انا وقفت كده وخلاص الدنيا تقفلت في وشي والدنيا بقت صودة خلاص يعني مش هلجأ لحاجة تانية مش هعرف لنا اكمل حاجة لا هنا نرجع لدور الاب والام الاب والام ليهم دور كبير جدا ان هما يقووا اولادهم ما يقولوش يا فاشل يا فاشل يا فاشل يعني هو اتبقى الدنيا اكيد لحضرتك شفته طوام في تجربنا شخصية كتير لا انا شخصية لا بس شفت من كتير لا انا اقصد ان فيه كانت مصندة اكيد اه جدا يعني والدي رحمه الله والدتي ربنا نبارك في عمرها لا كانت لا مصندة وان شاء الله بكرة احسن دايما دايما لا بكرة احسن هنبقى هنعمل كذا هنعمل كذا بتديك الامل ياه ياه طب انا يفرق لك فيها الله يكوني مكفى اذا لقينا حد في الاسرة من اخواتنا او من اولادنا عنده صعوبات لازم نوها في جنبه لازم نوها في جنبه لو لقينا منطول لازم نروح له ما لك في ايه ايه اللي فيك ما نسيبوش لحد ما نوصل زي ما حضرك قلت انت حوار لا احنا نروح له ونقول له فيك ايه ليه كانت تظاهرة باشعل اكيد او ما حاك كنت متابع متابع بس انا من وجهة نظري ان الناس سابتوا اهلوا سابوه يوصل للحالة دي لا روح له اقول له ما لك في ايه انت منطول ايه مش عادتك ان انت تبقى في حالك فشلت النهاردة لا بكرة تنجح فشلت في كذا لا تنجح ان شاء الله في كذا كان ليه صديق ربنا بارك في عمره كان لما كنت اه وفشل في حاجة يقول لي اقعد في البيت سنة ورتب امورك سنة كاملة وبعد كده ابدأ من جديد فكنت اقول له سنة اه ربنا يبرك له اقول له سنة مش كتير يقول لي طب اسمع بس كلامي كده فلما بدأت فعلا اسمع كلامه واقعد في البيت فترة طويلة كده وابعد وابدأ من جديد لا ابدأ صح اكيد لان حقيقة بتشوف الموضوع من على بعد بتقدر تحدد الجوانب السلبية اللي نوقعت فيها مش هوقع فيها تاني الجانب الايجابي اقدر انا مني ازاي بتشوف المشكلة من برا لكن طول ما احنا حطين نفسنا في بقرة المشكلة استحالها هنشوف بعد كده الحاجات السلبية اللي موجودة فيها احنا اول حقيقات كده الايجابية لا احنا على طول عارفين ان في مشكلة مش هنقدر نحلها خلاص اليأس تملك مننا لكن لو انا بعدت عن المشكلة وشفت الدنيا من نظرة تانية اكيد هيبقى عندي حلالية هو لما لما انا بقول يقعد سنة لا ده انا ممكن يقعد اتنين تلاتة لازم يعني من جوال الانسان نفسه تمحو التجربة تماما من دخله ولما بيقعد كتير بيدي عن الضغوط او الشغل او التجربة اللي كان فيها هي بتزول من عقله من فكره من كل حاجة في حياته بعد كده بيبدأ فعلا يبدأ صح انما يخلص من تجربة يروح داخل في التانية ملحقتش تزول من فكره فلما بيخش في التانية هو في اعتقاده ان هو هيفشل فبيفشل اكيد طبعا لا انما هو لو قاعد مع نفسه قاعد يمسكي لو وراء وقلم انا غلطت في كذا غلطت في كذا غلطت في كذا اصح بالنسبة وراء وقلم فعلا حركوا تيجي انا عطول ماشيت وراء وقلم زي ما حركوا تيجي دلوقتي كذا مؤخرا والله مؤخرا ده نتيجة ايه نتيجة اللي حررتك وراءت فيه وتعلمت منه اه اه يعني انا كنت شاب وكنت صاحب تموح وطبعا كان فيه تحور فطبعا من قطر الصعاب اللي الواحد قابلها والمشاكل الكتيرة جدا لا خلاص لازم قبل ما اخط الخطوة وانا متأكد الف المية انها سليمة لا ارجع افكر فيها تاني بالضبط ده لازم التفكير قبل ما اعمل اي خطوة علشان ما اندمش عليها اه اه فبس يعني هو هو تلقائي كده بطبيعي الكون ان الانسان اول ما يوصل لدرجة معينة من المشاكل او من الضغوط هيلاقي نفسه بيفكر ده غصبا عنه واش بقيراته اه انا انا بتكلم عن نفسي لا غصب عنه انا ما كنتش اتوقع ان انا افكر في كل خطوة كده يعني انا كنت لا ان شاء الله هنجح في كده كده الجروبات اللي حصلت لحضرتك او العقبات اللي حضرتك وقعتت فيها خلتك تفكر الف مرة قبل ما تاخد اي خطوة او تفكر كتير كمان حتى لو خطوة صحة وحرك ما تأكل منها لا اكيد من فكر ده اللي احنا بنقول لشبابنا مهما اه واجهتك صعوبات فكر فكر كويس اه فكر في اي خطوة اه يا است لا تمام اشوف انا غلطت ايه اكيد في حاجة حصلت غلط ممكن اكمل اكمل بس بطريقة ايجابية شوية اه مش شعيب اللي احنا نسأل اه اصحاب التجربة عشان كده احنا طبعا اه جيبنا وضفنا سيد محمد علشان تجربته فعلا لازم نتعلم منها اه وزي ما حررتك طبعا قلت اه ما يقستش وفضلت طبعا ميكمل هو طبعا اه يعني الانسان يعرف نوة اه فشل او يقس لما ما يحاولش ما يحاولش تاني لا طول ما الانسان بيحاول يبقى هو ما يأس هادي الاراضة اه انا بطريقة العمية او طريقة كشوخص بسيط يعني بتكلم بقول لا الانسان طول ما هو بيفكر تاني في بكرة وبيفكر ان هو هينجح ويفكر لا انا ان شاء الله ده مهدف وهنجح بينجح وانده الاراضة والتصميم اللي انا بقى مصنوها ان انا هحقق حاجة هو ممكن يتأخر يا جماعة شوية يعني الواحد ممكن في اول عمر بيبقى فيه تحور بيبقى فيه عدم خبرة بيبقى فيه عدم ثقة بالنفس انما مع الاسرار مع العقوبات اللي بيقابلها مع المشاكل يعني مثلا تلاقي شاب من اول 20 ل30 هو كله دلوقات من 20 ل30 اللي بينتحر هو لسه شاف ايه حياته بالضبط لسه ما شابش اي حاجة يقرر اساسا يبقى فيه صعوبات ولا لا بالضبط لا خد التجربة ووقع يعني انا اعرف ان صاحب مجموعة ديزني اعلن افلاسه اربع مرات وصل دلوقات اهو يعني احنا هنقول ايه يعني احنا هنقول لا حضرتك ده ده مثال حي قدامنا الراجل اعلن افلاسه اربع مرات دلوقتي فين مجموعة ديزني وقام وقام لا احنا مش لسه مش احنا اللي هنقول قام خلاص اهو قدامنا اهو قدامنا نقول ان احنا بنقع او بيحصلنا ضربات لا حاول ابدأ تاني ابدأ مهما كانت احو انت بتبدأ مهما كانت الصعوبات كتيرة قدامك ابدأ تمام كنا بنتكلم مهارك وقلت لك فيه مش مش طعب مهارك ممكن تعمل مؤتمر تاني بس يكون بشكل تاني مثلا زي مهارك وقلت هيبقى فرص تشغيل مثلا هو نفتح مجالات افضلية شباب لا ده طبيعي ان احنا نفتح مجالات احنا ما فيش حد بيعمل حاجة بأيدي فيش حد بيعمل حاجة بأيدي ده طبيعي ان احنا طبعا في مجالنا احنا مجالنا فيه مهن كتيرة جدا في المقاولات ده يمكن المقاولات هي الاستثمار هي البيزنس هي الاقتصاد فيها يعني جوه كاستثمار العقاري او جوه العقاري بيبقى فيه حالات كتير جدا او حرف بقى مانا كتير جدا حرف وبيزنس يعني مثلا حضرتك طول ما العقارات شغالة البلد كلها شغالة اكيد ما فيش حاجة يعني كهينة مثلا في بلدنا العقارات هي كل حاجة في الاقتصاد طبعا ما العقارات شغالة كل حاجة في البلد شغالة من اعلى حد الاقل حد مستفيد من العقارات من العقار بيبدأ اللي شغال في كل مهنة بيسكن اللي شغال في كل المهن بيسكن ده غير المهنة الحرفية اللي موجودة غير كتشغيل شركات تشغيل مصانع ما هو يفنم طالما سكن هيحتاج كل حاجة كذا؟ او طالما حاب يسكن هيحتاج كل حاجة من اول شيء لاخر شيء وطالما الحرفي اشتغل هيشغل بقية المنتجات هيشغل الغذائي طالما الحرفي اشتغل هو الحرفي بيقل من دراعه طالما ما اشتغلش هيصرف منين طالما ما فيش حاجة داخلانه فلازم يبقى داخله داخل كده كتنمية اقتصادية من كل الجوانب العقار يا فندم هو الاقتصاد العقار هو الاقتصاد طول ما فيه عقار فيه عقارات شغالة بقوة تأكدي في اي مكان في اي مكان طالما العقارات في البلد دي شغالة كويسة تلقى البلد شغالة كويسة جدا العقارات هي اللي بتشغل السياحة اكيد ودي تبقى فرص كتير للشباب واحلام كتير للشباب يقبار حققها طبعا للأسف احنا حلقتنا خلصت بس الكلام مع حضرتك لسه مخلص وان شاء الله هنستكمله في حلقات تانية كتير ورشدة نجاحة لحضرتك بتقدمها للشباب ان هم يقدروا يعني يحتزوا بالنموذج وبنقول لهم ما تيقسوش وان شاء الله تحققوا حلمكم وانا قبل الشباب يا رب نحقق حلمنا ونزيد ونعلى ان شاء الله بنشكر في نهاية حلقاتنا بسم وضفكم الاستاذ محمد سعيد شكرا جدا لحضرتك وكنت منوارنا يا فندم الله يكري مكري شكرا شكرا للاستاذ شريف شعبان منتج البرنامج شكرا لحضرتكم مشاهدي قناة الصحة والجمال وان شاء الله نتقس حلقات تانية من برنامجكم حقق حلمت معنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة